أهلا بحضراتكم خليني هبدأ بالملخص السريع إحنا هنتكلم على مقالات الهدنة هل هتتمدد الهدنة ولا لا أو زي ما كنت بقولك في مقدمة الحلقة فإنه رئيس هذا الكيان المحتل هارتزوج كان طالع مع ولف على سي أن أن فقالوا والله إحنا عايزين الهدنة تمتد بحيث إنه يسلمون كل يوم عشر أسرة لحد ما نحصل على كل أسرانة وبعدين إحنا هنكمل عمليات بتاعتنا بشكل عادي جدا وإحنا لازم نقضي على كل أشكال المقاومة المسلحة في غزة فصرف النظر إنه يعني الكلام تافه يعني لو ما حد يقول كده دي تفاهة يعني على الأقل لا تعلن إن أنت مستعد تعمل كل ده وفي الأخير خالص برضو بتجذب يعني لكن ده برضو هو إنعكاس لطريقة التفكير في الداخل الإسرائيلي إذن صح التعبير هو داخل متوحش على اختلاف دواير الحكم وطراتوبيته على اختلاف الانتماءات السياسية الأيدولوجيات الكل واحد الكل متوحش الكل يريد القضاء على الفلسطينيين وبالمناسبة مش أيحسن لكن خلينا نفهم الوضع أكتر من كاتبنا وباحثنا السياسي الفلسطيني الكبير أستاذ أكرم عطلة أهلا بيك ومنورنا أهلا بيك استاذ يوسف هبدأ الأول بقلبي معك لأنه زي ما كنا بنتكلم قبل ما نبدأ الفقرة حضرتك من غزة قلت لي أنا لم يبقى لي أحد في غزة الكل استشد نعم أنا فقدت الكثير من عائلتي وعائلة والدتي وعائلة زوجتي وقد يكون صادما أن أقول لك الأسبوع الماضي والد زوجتي ووالدتها وأخواتها الثلاثة وأبنائهم وزوجاتهم سحقو رحمة الله عليهم هذا من الأسبوع أما عائلة والدتي ووالدي فقط ما يعادل خمسين منهم السبوع الماضي عائلة زوجتي حوالي ستة وتلاتين تحدث عن أرقام ستة وتمين وكل منهم له حياة وله مستقبل وله أحلام وله طموحات وله آفاق وله عالم بحد ذاته هكذا ما يحدث في غزة إبادة لا يمكن أن تكون أقل من إبادة وغير صحيح أن نتنياهو حربه مع حماس حربه مع الناس مع كل فلسطيني هذا الذي يرحل استغل ما حدث يوم 7 أكتوبر وقدم نفسه كضحية يوم 7 أكتوبر وأخنع العالم الجاهز لتلقف الرواية التي يريد هذا العالم الظالم المنافق اللي عنده أسود وأبيض جاهز وتلقف هذه الرواية وعطاه ضوء أخضر ضوء أخضر لحملة إبادة هذه عار على البشرية ستكون عار كبير على البشرية عار على ستلاحقها على هذه المنظومة الدولية مش إحنا العرب اللي حطينا حقوق الإنسان ولا حقوق الطفل ولا ولا سيداو ولا اتفاقيات المرأة واحترام المرأة ومتهمين دائما لأنه إحنا العرب اللي جايين على المرأة مش هيك إحنا متخلفين مش هيك خبر يقوله كده في للوقت مش هيك بالنسبة لها نحترم المرأة والطفل عمالة الأطفال ومتهمين وشوي بتأسزوا علينا أه طبعا إحنا تلاميذ تلاميذ راسبيين في صفوف الحضارة مش هيك تفضل الحضارة كلها بتتجند وين لإبادة شعب لإبادة شعب نعم تعم وكل الحضارة بتتجند لتقف خلف من يبيد شعب دون أن تتحدث كلمة عن حقوق الإنسان هذا انكشاف كبير لكل هذه القيم الإنسانية اليوم هي اللي بتخسر الشعب الفلسطيني بدفع تاريخيا متعود الشعب الفلسطيني وعارف أنه في ثمن كبير بندفع عارف أنه وعارف مين بواجه كويس وعارف أنه بدفع ثمن كبير وعارف ومؤهلة يدفع ثمن كبير وبدفع ولديه إرادة بتكفيله مئة سنة قادمة ما شوف الدم اللي في الشوارع غزة لسه عنده احتياط عنده احتياط بنغزة وبعرف غزة دفع مئة سنة قبل كده ومعندوش مشكلة ومعندوش مشكلة ومئة سنة جاية لكن من سقطه هو هذا العالم بأخلاقه بقيمه بأعرافه بقوانينه بمؤسساته الشرعية كلها اللي بتتفرج على ما يحدث اليوم أستاذ يوسف كنت بشوف صورة نسخة طبق الأصل 1943 حفرة جماعية كلها جثات وأكفان لليهود في ألمانيا نفس الصورة الجماعية الفارق أنها هي أسود وأبيض وهاي ألوان نفس الصورة 2023-1943 العالم كله بحتاج لما يحدث في أي منطقة في العالم تتذكر أستاذ يوسف مؤكد حضرت غطيتها وانتقدت مذيع البي بي سي وهو يقول الأوكران زينة يعني هم خضر كثير كثير في خمس تلاف أوكراني قتلوا في خمسمائة يوم من الحرب وفي عشرين الفلسطيني بخمسين يوم قتلوا العالم كله أثير طبعا ضد القتل حتى الأوكران يعني حضرتك وأنا ضد أي انتهاء والأوكران لا حرام يعني وشعب وحقهم يعيشوا زي كل الشعوب زي الشعب الفلسطيني لكن يهرع العالم كله بجند والمؤسسات الدولية ومجلس الأمن محكمة دولية وبرفعوا قضية وكذا وعندما يتعلق الأمر بالفلسطيني الفلسطيني لأنه أسود يعني مش خضر القصة قصة عدالة دولية عموما حتى ما الموضوع التهدئة هو الموضوع للناس بتتسأل عنه بالتأكيد بتها إجابات لا وأنا يهمني أنك تبقى بأخذ راحتك في الكلام وتعبر عن كل أنا احتراما لوقت برنامجك برنامجك يعني احتراما لوقت برنامجك ده حقك علي أولا مهم يعني برنامجك هذا هو موقعنا مهم نعرف كعرب مهم معرفة العرب يفهموا موقعهم أما من العالم مشان هذه المراهنات على العالم مهم مهم هذا درس في التاريخ درس مهم درس في علم النفس السياسي كيف يتصرف العالم ودرس للعرب لما حدا يجي تأسز عليهم بعد هيك مهم لأنه مارسوا هذه الأستز كثير إنه فيش عندك ديمقراطية أهلين إنه أنت لا تحترم المرأة إنه في اتفاقيات سداو في احترام المرأة أنت مخترق قوانين مش فاكر مش أجوكوهان على أتبار الديمقراطية طب ويك أنت أسسات حقوق الإنسان أنت بذيق عليها مش هيك أنا بضرب مثال بيكو القاهرة إنه والله بذيقوا يعني أنت مؤسسات حقوق الإنسان أنت الدولة المصرية مش معطيها أبو التالي هذا مقالف للحر يعني بتعرف يعني على المصطرة بيجيس لك الحريات وكدنا نصدق هذا الكلام مش هيك إحنا كنا على وشك نصدق والله آه مظبوط في دم بسيل حقوق إنسان بتحكي عن حقوق إنسان والعلم وقف يتفرق خمسين يوم آه وجاي تلاحقني على اتفاقية سيداو للمرأة أنا الفلسطيني جاي تلاحقني على اتفاقية سيداو للمرأة أنا بحترمش المرأة وجاي تلاحق على عمالة الأطفال في اليمن وجاي على مصر تقول له في مؤسسات حقوق الإنسان مش مخدرة حتى في الشغل فأنا حساس بهالموضوع يعني بقدرش أمرر الأعم والله لكن كل المدابح دي تمر مهم وهذه كل حقوق الإنسان اللي بتقتل المرأة وبيقتل الطفل وبيعتق وتدرد المشافي والمدارس ويجوع ويعطف شعب كامل سيد يوسف اسمعنا عن مجاعات تحدث يهرع العالم بس عمرناش اسمعنا حد بجو حد مرع ليه سنوات انت أستاذ إعلامي وبتغطي لسنوات مرع ليك تجويع بقصد في مجاعات وتصير وبيهرع العالم كلها بس تجويع بقصد هاي أول مرة تمر علي ده كان فعصور مظلمة عندما تحاصر القيوش قلاع ومدن بغرض التجويع والتعطيش تجويع مدنيين لم يحدث في العصر الحديث تجويع طب مرع ليك حد بالعصر الحديث بيقول ارحلوا ترانسفير تطهير عرقي من منطقة معينة واحد بينزل منشورات وبيحدد خارطة وبقول سكان هذه المنطقة من الواد وشمال كله يرى مليون قرار يعني شفنا أنواع وأشكال من الاحتلال الكولينيالي لكن مسألة إنه أحتل الأرض واطرب شعبها الأصلي بالكامل شوف شوف وبتضرب الجامعات والمدارس 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 وبروحوا بيهربوا المساكين في المدارس بتقول هاي بتضربهم بال فيه إشي يفوق الخيال في هذه الحرب يعني بتروح للتفاصيل أنت بألفين وثلاثة وعشرين في عصر البث المباشر العالم كله يرى ويسمع زمان كانت بصورة جريمة بعد شهرين إحنا من الجيل اللي حضر مذابح الزلول تكتشف العالم لاحقاً سوماً الذي حدب شيك بيصير في بعض مناطق في العالم بس في ألفين وثلاثة وعشرين في عصر البث المباشر في السوشيال ميديا معقول بيصير هيك جرائم حرب أنا أبعد لك ترحيل السكان جريمة حرب تجويع السكان جريمة حرب قتل المدنيين بلا ذنب جريمة حرب أبعد لك جرائم حرب قديش مش إحنا العرب اللي حطينا قوانين الحرب ولا إحنا اللي قلنا هذي تعد جريمة حرب هم اللي عملوها وهم اللي عملوا المعاهدات بتعجلين مش إحنا مش إحنا مش إحنا إحنا ولا صغنا إشي بالاتفاقيات الدولية فأنا مستعد أمشي على معيارك معيارك مش معياري إحنا ما كتبناش ولا إشي إحنا ما كتبناش ولا إشي أجل أمريكي حطم أوروبا بالحرب العالمية الثانية وكان فيه عصبة الأمام وقال هاي عصبة الأمام سكروها بتاعة أوروبا لأنه ما قدرتش تمنع الحرب العالمية الثانية هاي تشكلت بها الحرب العالمية المولى أنا حشكل العالم الجديد وفقا للمعايير الإنسانية كله حيكون صح جاب خبراء قانون أمريكان أمريكان والعربي فيهم وكتبوا كل هذه الشرعية الدولية اللي انت بتسمع فيها واسس مجلس الامن اللي يعني معاييره اخلاقية عالية والامم المتحدة ذات المعايير الاخلاقية العالية وكل منظومة المعايير اللي لازم نلتزم فيها احنا التلاميذ العرب شيء وهم الاسد اه والعالم الخور احنا بنا لك حاضر حاضر طب بدنا نحاسبك على اللي انت حطيته انت وضعته مش احنا ما سمحتلناش نبدي وجهة نظر حتى فيها اليوم عندنا رأي في كثير منها عندنا رأي بتتخالف مع شريعتك كثير من الاشياء مش مسموح لنا وجاي علينا كثير في بعضها وبتتخالف مع القيم الدينية في بعضها ومع ذلك بنقولك حاضر حاضر يا يا استاذ طب التزم انت باللي حطيته انت شوف العالم مرات طب من الزاوية دي بتشوف مسألة الهدنة ازاي يعني الهدنة بالنسبة لنا كلنا كمصريين فلسطينيين عرب هو في النهاية احنا حق للدماء الفلسطينية لكن وماذا بعد لا وبدنا نقسم هذه الحرب عشان نقرأ الهدنة هذه هدنة مؤقتة لها علاقة بالضغط الذي تعرض الضغط المزدوج الذي تعرضت له الحكومة الاسرائيلية ضغط من الولايات المتحدة الامريكية لاندون عندهم مواطنين امريكان وضغط من الشارع الاسرائيلي وضغط الشارع هو الاهم نتنياهو في بداية هذه الحرب قالوا له فاخذوا اسرة قال اعتبرهم ضحايا حرب ضحايا حده في الاول دوشي اهم الضغط الداخلي الاسرائيلي اثر فاضطر حتى بني جانس شو قال قال انا اربعين عام في العمل هذا اصعب قرار اتنخذه بحياتي يعني جرة اسرائيل الى هذه الهدنة كالثور اللي رايح المسلخ حال الثبل قصبن عنها لو قدرت تعمل شي غير هيك في ضغوط الداخلية وخارجية ومش قادر يجيبهم بالقوة هالقوة اللي قالوا هنجيبهم صحيح اللي اتشعرت طرت لعقد هذه الهدنة اربعة ايام الوساطات اللي اشتغلت بلاية المتحدة كانت تضغط المصر كانت موجودة قطر لعبت دور الاطراف تولد لها مصلحة مع جميع الاطراف امريكية مصرية قطرية اسرائيلية ضغط الداخلي فلسطينية حركة حماس بدا تنفس الناس بدا تسوط غزة كل هذا شبكة المصالح التي التقت عند هذا الموضوع انتجته اربعة ايام خمسين واحد في اليوم اتناش ونص تلتعش يعني تلتعش تلتعش غدا احدى عشر لانه تلتعش تلاتة تسعة وتلاتين غدا احدى عشر بكرة احدى عشر بعد ذلك هناك حديث قوي عن تمديد هذه الهدنة نتنياهو قدم رشوة قال انه بتسلمون عشرة يام نعطيكو يوم يعني السعر نزل شوية من اتناش ونص لعشرة حماس لديها هذا على صعيب المدنيين العسكريين الملف مغلق حتى الان لم يفتح لا اسرائيل ولا من قبل حركة حماس تتحدث عن الهدنة اللي بتساءله كثير عنها الناس لدى حماس حوالي تسعين مدنيين حماس والفصائل الاخرى لكن حماس هي اللي تفاوض لا اسباب ممكن هي اكتر قدرة على التواصل بشكل سري اكتر قدرة على تأمين اللوجست لكن الجهد الاسلامي عنده والشعبي عنده طبعا تبقى اربعين خمسين بيطلعوا بهذا الاربعتيام تبقى اربعين اربعين بيكفولوا كمان اربعتيام وغير الاربعتيام هذا اذا نحن امام اربعة ايام بحدها الاقصى وعلى الاغلب ستتمدد ثلاث او اربعة ايام اربعة ايام هو الذخيرة تكفي لأربعة ايام ما لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لأربعة ايام ولكن سواء مددت يومين او ثلاثة او اربعة العودة للقتال قرار امريكي اسرائيلي لماذا لانه ما حدث يوم السابع من اكتوبر هو حدث كبير جدا 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 اسرائيل تم المساس بروح الضربة لم تكن في الجسد الضربة كانت في الروح اسرائيل تتعرض لانواع من التهديد كما تقول فيه تهديد امني وفيه تهديد وجودي الضربة رفعت المستوى من التهديد الامني للتهديد الوجودي كيف اسرائيل هي مشروع قائم على انه على يهود العالم وبدأ من ثمانينات القرن قبل الماضي مع موضوع هرتسل وكتابه الدولة اليهودية واللي بدت الفكرة عنده من محاكمة درايفوس الضربة درايفوس الفرنسي اللي اتهم بالتعاون مع الملمان فاكتشف اكتوبر اكتوبر ماذا قال دوليا امريكيا اسرائيليا بانه لن تكون حركة حماس حاكم في قطاع غزة بغض النظر عن قدرة على التنفيذ اتحدث عن القرار الذي يدعو لاستئناف القتال القرار الذي يدعو لاستئناف القتال ليس بالضرورة ان يكون لن يكون هذا القرار هو ما سيحدث انا تحدث عن موجبات الحرب اسباب السئناف الحرب الاسرائيليون يقولون لن نستمر في هذه البلاد طالما ان حماس جنبنا اذا كانوا دخلت حماس على عمق 10 كيلو لأربعين كيلو لن يكون هناك اسرائيليين اذا بقيت حركة حماس وبالتالي عند اسرائيل مشكلة كبيرة مشكلة وجودية بوجود حركة حماس لهذا قال نتنياهو انه هذه حرب حرب وجود فلا حابته اكيد استاذ غطيتها بالبداية وقال اما نحن ام هم بلا بقدر بقدرش كمان مرة بنأكد هذا موضوع اخر احنا بنحك عن موجبات القتال وليس نتائج القتال النتائج هذا موضوع اخر موجبات استئناف القتال نتائجه تحدد الميدان وبالتالي نحن امام تمديد اصبح شبه واضح الاطراف يعني في مصادر رسمية تحدث الاستاذ دكتور ديار ما يقول انه مؤشرات اعفوا انه في تمديد لكن بعد هذا التمديد اعتقد انه نحن فقط امام ايام في عودة عودة سينة في القتال يعني عودة الدبابات والحرب البرية لكن على مستوى ضرم المدنيين والمساعدات اعتقد انه لن تعود اسرائيل لانه العالم بعد فقدت المعركة زخمها هذه التهدئة افقدت الحرب الزخمة التي كانت عليها طب دا كلام يعني استدعي ان شاء الله رب سؤال كمان يعني استأذن زميلي فقدت الحرب الزخمة التي كانت عليها هذا يصب في مصلحة اي من الجانبين يصب في مصلحة حراكة حماس وفصائل الفلسطينية اسرائيل اللي عندها مشكلة بدها حرب مستمرة ودعم دولي مستمر الان الساد يوسف شاعر انه شوية العالم بدأ اميل وقف اطلاق النار هذا في غير مصلحة اسرائيل العالم كأنه كويس يعتاد لاحظوا الوسطاء حتى بدوا يتحدثوا عن استكمال الهدوء اوروبا شوية شدت قبل ان تكن تسمع مسؤول اوروبا كل يوم دائما وضد وتعرف رئيس الفرنسي مش نزل عمطقة طب فقدان هذا الزخم مفترض مفترض مش بالضرورة مفترض انه يؤدي الى ان احنا نبدأ في الحديث عن عملية سلام صحيح اشمل وهذه الحكومة لا اظن انها بتاعت سلام لا احتمشي هالحكومة حلو هل تتوقع انه هتيجي حكومة مستعدة للجلوس على مائدة مفاوضات للبدء في عملية سلام شاملة في المنطقة انا امل ان يكون لديك وقت سياسة انا بحب تدير اللي استاذ محمد حسنين هيك للجمع العظيمة انه سياسة كلمة المناخ سياسة بنت مناخات سياسة تقرأ بالكيميا مش بالرياضيات اسرائيل العنيدة التي رفضت كل مبادرة السلام فجأة اكتشفها العالم يوم 7 اكتوبر دولة هشة الهش لا يحق له ان يفرض شروط اسرائيل يوم 7 اكتوبر هزمت استمرت بضرب المدنيين ليس انتصار مش هيخليني نتفك ضرب المدنيين ليس انتصار طبعا في الميدان قاعد موجود لم تنتهي الحرب اذا لم يحقق انتصار لسه نتحدث عن هزيمة المهزوم عليها ان يلتزم اسرائيل لم تنتصر اسرائيل مرتين هزمت هزيمة امنية يوم 7 اكتوبر لما ضبطت متلبسة بالفشل واسرائيل هزمت هزيمة اخلاقية عما تفعل في غزة والمهزوم عليه ان يلتزم مرة اخرى بما بدأنا فيه لكن هذا العالم المنافق لا يريد ان يقرأ مجريات السياسة وفقا لوقائعها بل وفقا لارتباطاته المصلحية ازن بما انه السياسة تقرأ بالكيميا فعلينا ان احنا نضع عملا مساعدا كاتاليست يؤدي الى انه العالم يعرف يقرى مناخ جديد ربما نستطيع ان احنا نشتغل مش هقول نعمل وننشتغل على عملية سلام شاملة في المنطقة بما فيها الصلاح الفلسطيني اولا بالمناسبة لانه ده امن الرئيسي طب استاذ اكرم الوقت جري بينا اتمنى احنا نلتقي تاني وضروري جدا عشان نستكمل هذه الرؤية انا ساعدت متشرفت بوجودك معي جدا اشكرك جدا 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 استاذ اكرم كل الشكر لك كاتبنا ومحللنا السياسي الكبير الاستاذ اكرم عطالله وشوف هو الكلام لم ينتهي لا في الحلقة دي ولا هينتهي عن واقعنا العربي بكل ما يحمله من بؤس في احيان كثيرة ويحمله ايضا احيانا من انتصارات سياسية وده يمكن اللي اشار اليه الاستاذ اكرم عطالله على المهزوم ان يلتزم الوقعية السياسية بقى على رأيي بقى هردزل زي ما مرضو قال استاذ اكرم الوقعية السياسية بتحتم انه تيجي حكومة لازم تعود على مائدة المفاوضات هي ما عندهاش طرف عدم الجلوس بالمناسبة وإلا هتجد في الامور امور اكثر فدح اشتركوا في القناة